موسيقى 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 معي ايه كمان هنا معي دية اه حوالي ربع كبية من الخل تمام ايوه خلي ما تستغربيش وكمان هحط التدبيل ايه مش هحط اكتر من معلقة كده من الفلفل الاسود اهو تمام معلقة كده بس المعلقة تحت صغيرة هحط كمان اه حوالي معلقة صغيرة بس كده او نص معلقة صغيرة ملح دوت عشان ايه عشان البصل وينزل لي المية بتاعته هحط كمان معلقتين من السكر السكر مع الخل هيديني كده ايه هيطريلي الانسجة اه بتاعت الحمام اهو دي سكر كده معلقة صغيرة بس كده فهنحط حوالي معلقة شاي كبيرة او معلقة اكل كبيرة من السكر عشان يساعد على تسوية الحمام مع الخل طبعا اه كمان هحط ايه دلوقتي وبس بعد مضرب يعني المكونات بتاعت ديت هحط حوالي عصرة لامونة كده او ربع كبية برضو من اللامون كل دوت بيساعد على اه حاجات بتساعد على ان الحمام بتاعي ما ياخدش وقت في السوى وكمان بيضيع لي اي زفورة ممكن تكون موجودة في الحمام اللي هو الخل واللمون طبعا تمام كده هضرب المكونات بتاعت ديت او الخلطة بتاعت ديت وهنرجع نتبل الحمام ونشوف باقي الصينية بتاعتنا تعالي بقى دلوقتي بص الخلطة بتاعتنا اهيه شايفين شايفة بقت خلطة سيلة ازاي اهو انا حبي اقول لكي بس بصي اهو انا عملت ايه كمان حطيت معيها اه ربع كباية او نص كباية من المية وانا بضربها تمام عشان تبقى بس ما عايزها سيلة زي ما بقولك كده معي عشان هنقع فيها الحمام هنحط لها دلوقتي ايه وحطت لها كمان وانا بضرب زي ما قلت لك اه حوالي ربع كباية من اللمون او عصرة لمونة كاملة كبيرة كده تحطيها عليها هحط عليها كمان دلوقتي معلقة من البابريكا اهي معلقة بابريكا كده غيرة او معلقتين بصوا عشان بس زي ما انتو شايفين المعلقة بتاحت صغيرة خالص اهي فعشان كده بحفت بيها ايه حوالي معلقتين يعني ايه لو انت معلقة بتاحت الكبيرة يبقى معلقة واحدة بس دي كمان بهارات فريخ خلاص بهارات فريخ اه هجيب بس حاجة كده واقلب المكونات بتاحت دول اللي انا حطيتهم مع الخلطة ونبدأ نحط الحمام بتاعنا بصوا بقى الخلطة بتاعتنا اهي زي ما انتو شايفين انا بعد ما قلبت البابريكا وبهارات الفريخ عليها هنعمل ايه هبدأ انزل بقى بالحمام بتاعي واحدة واحدة طبعا الحمام مقصول ومتنظف تمام اهو لو في اي مية كمان تصفيه زي ما انتو شايفها بالشكل دوت ما شاء الله يعني الحمامة بتاحته كمان الحمامة مفتوحة الرقبة بتاعتها ومتشالة ومتنظف كل الحاجة فيها ومقفولة بالشكل دوت زي ما انتو شايفين طبعا زي ما احنا عارفين بنقفل الحمام او بنقفل الفريخ اللي هي الشمرط الصغيرة عاشق ومعشوق بالشكل دوتا خلاص هحطها كده هبدأ انزل الحمام بتاعي كله في الخلطة اللي انا عملتها وبعد كده هقلبه كويس جدا بس عشان ايدي واحدة فانا مش عارفة اشتغل هحطهم وقلبهم وارهم لكم بعد ما قلبهم وهرجع نكمل الصينية بتاعتنا مع بعض. تعالوا بصوا كده الحمام بتاعنا اهو زي ما انتو شايفين بصوا بالشكل دوت انا مسكت كل حمامية ودعكتها بايدي كلها طبعا بالخلطة بتاعتنا من برا ومن جوة ومن ورا يعني اه تغلي في الحمامية كلها تمام كده وهو بالشكل دوت وهسيبهم كده في الطبق زي ما انتو شايفين معايا اه مثلا مدت اه نص ساعة ساعة لو حتى ما عندك يجغل نص ساعة ما فيش مشاكل الحمام اللحمة بتاعته بتبقى النسيرة بتاعته صغيرة وضعيفة مش هتستحمل ولا هتاخد وقت وهتتبل برضو وتاخد طعم معيك تمام يعني حتى لو نص ساعة هيكفينا ما فيش مشاكل فاحنا هنسيبهم بقى زي ما عندنا من وقت وهنرجع نكامل الصينية بتاعتنا ونشوف بقى المكونات بعد تدبيلة الحمام هتكون ايه معايا يلا بينا تعالوا بقى بعد ما عملنا الحمام بتاعنا كده وركلناه على جنب زي ما انتو شايفين اهو نعمل الخلطة بتاعتنا اللي هنفردها في الصينية تحت الحمام زي ما انتو شايفين معايا طبعا كمية كده معقولة يعني حلوة كده من البصل اهو زي ما انتو شايفين حوالي اربع بصلات مثلا او خمسة زي ما انتو حابة. اه حابة كمية البصل كتيرة هتكتري حابها حاجة بسيطة كده فرشة قليلة تحت البصل تحت الحمام ما فيش مشاكل. اه انا مقطعها زي ما انتو شايفها مكعبات كده هوت اه كبيرة شوية. تمام? هعمل ايه دلوقتي? هحط اه على البصل بتاعي دوت هخليه برضو احنا سيبنا الحمام شوية هنسيب البصل برضو شوية معايا هنا معلقتين من الفلفل الاسود. تمام? ويارد تكتر من الفلفل الاسود لانه بحلو طبعا وبيدي تدبيلة جميلة للبصل. معايا كمان برضو معلقتين او معلقة كبيرة من الكزبرة النعمة. يبقى معلقة معلقة كبيرة ان نقول مسلا فلفل اسود. ومعلقة كبيرة كزبرة نعمة. ومعلقة صغيرة بهارات فراخ. معلقة صغيرة بس ما كانتش مليانة. معلقة صغيرة بهارات فراخ. ومعلقة برضو من الملح. معلقة صغيرة من الملح. خلاص كده تمام. اه وهقلب بقى ايه? هدعك بقى كده البصل بتاعي. وهفركه كده. واخلي الحاجات بتاعته يعني البصل يطلع من بعضه كده. هو الماسك في معضي زي كده. احاول ان انا افرده بالشكل ده. تمام? وهدعك البصل بتاعي خالص. خالص تمام تمام? لان انا عايز البصل بتاعي ينزل المية بتاعته. بصوا بقى بعد مدعكة البصل بتاعي والبصل بتاعي فرفت كله بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده هوا. اه تمام? عشان طبعا ينزل المية بتاعته. عشان لما افرده تحت الحمام والمية بقى ويبدأ يغلي كده في الفرن. اه الحمام ياخد من مية البصل ويتبله بقى طعمه جميل. هبدأ احط بقى على البصل بتاعي ايه? معايا هنا دولة. اه بس الملح تكببيني هنا زي ما انتم شايفين معلش. معايا حابة فلفل كده الوان. طبعا فيهم حامي. تمام? فيهم حابة فلفل اهو الصغير دوت. ده فلفل حامي. اللي مش حابب الفلفل الحامي يكتفي بايه? اه نصصية نصصية كده من كل ايه? قرن فلفل وخلاص على كده. هحطوهم مع البصل برضو بالشكل دوت. وهبدأ قلبهم مع البصل. كده. خلاص. انا كده بعد ما دعكت البصل بتاعي. مش بس البصل اللي تمطور مني دوت كده في كل مكان. بعد ما دعكت البصل بتاعي تمام جامد جامد كده. واخد وقت ده في التوابل اللي انا حطتها عليه. هبدأ انزل معايا هنا ايه? معايا هنا دولة حوالي تلات طماطماط. آآ مقطعهم برضو مكعبات بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا. خلاص. تلات طماطماط. انا محططهمش في الاول دي. عشان مش عايزة الطماطم بتاعتي اقعد افاعص فيها. وتتهري معايا. لان انا كنت عايزة ادعك البصل ادعك جامد. بس هقلبهم كده تقليب. مع البصل بتاعي. وخلاص على كده. ودي الخلطة بتاعتي اللي هفردها تحت الحمام في الصينية. ها فخلصهم بس كده. اهو هم كده بس. انا مش عايزة اكتر من ان انا قلب الطماطم كده. وهرجع اجيب الصينية بتاعتي وان فرد الحمام بتاعنا. تعالوا بقى بصوا اه انا جبت الصينية بتاعتي اهي. اديتها مسحة خفيفة زي ما انتم شايفين كده بالسمنة. تمام? هنبدأ ننزل بالخضار بتاعنا كله. اهو. في الارضية بتاعة الصينية. كل ما فيه بالشكل دوت ما تسيبيش اي حاجة. تمام? وهفرده كده في الصينية. اهو. هامل تزبطي بس كده. تمام? شايفين والله شكل الخلطة جميل جدا يا جميع. والله تتكل لوحدها بالشكل ده. اهو. وهبدأ اعمل ايه? هجيب الحمام بتاعي. طبعا الحمام بتاعي هعمل ايه? عايزة انا اعمل الحمامية يبقى شكلها جميل كده وانا حطاها على الصينية لو هقدم في الصينية بتاعتي فهاخد الجناح بتاعي. هعمله كده. لورا. اهو. شايف ازاي? بصي اهو. كده. تتني. وابتاخديه لورا. اهو. بصي الحمامية بقيت ازاي? وهنروح حطيني الحمامية بالشكل ده. خلاص كده. عمل معك واحدة تاني. عشان قعد ابدأ انا ورصوهم. واقولك هنكمل ازاي? اهو. بصي الجناح اهو. شايفين الحمامية شربة كلها من الخلطة ازاي ومن التدبيلة? هاخد الجناح كده. شوفي بالفه ازاي? اهو. ونفس الحكاية اهو ده. والفه كده. وهحطهم الاتنين ورا بالشكل ده. شايفين الشكل عامل ازاي? تكتفيها يعني. وتبدأي تحطي الحمامية بتاحتك بالشكل ده. هكمل رص الصينية وارجع لكم. بصوا بعد كده زي ما انتو شايفين الصينية بتاعتي اهي. انا حطيت الحمامات زي ما انتو شايفين بالشكل دوت. وحطت واحدة كده تحطيها في النص كده عشان ما يبقاش فاضي في النص طبعا. اهو. زي ما ترسيهم بالشكل ده. لو عندك طبعا كمية كبيرة وهتم للصينية. ما فيش مشاكل. بس احنا ايه زبطنا الحمامات بتعودنا على زي على قد ما عندنا يعني. وطبعا العين بتاكل قبل زي ما اتفقنا. لازم تكتفي الحمام بالشكل دوت عشان الحمام ما يبقاش منظرها معاكي مش كويس. لو انتي هتقدمها بنفس الصينية. خلاص كده. اه الخلطة طبعا بتاحت دي انا مش هرميها. هعمل ايه بقى? هي دي اللي هتسوي لي الحمام. هبدأ انزل بقى بيها كده هون. زي ما انتم شايفين كده. على الحمام وعلى البصل بتاعي. فيها بالتوابل والبهارات. هتاخد كلها وتبدي معا بعض. اهو. بالشكل ده. وهنعمل ايه? كده هون. بس كده. وهي غطيها بورق الفويل. هاخسل ايدي. واغطيها بورق الفويل طبعا زي ما احنا متعودين. هنحط اه كيس اه حراري او هتحطي ورقة زبدة. وبعد كده هتحطي ورقة الفويل. وهنحطها هندخلها الفرق. على درجة حرارة متين. على الرف الوسطاني. هتاخد معانا من نص ساعة لخمسة وسبعين. من نص ساعة لخمسة وربعين دقيقة. يعني ساعة حوالي ساعة الى ربع. من ساعة الى ربع ساعة الى عشرة. تمام كده? بعد ما نرفع الفويل. هتنغزي كده. شوكا في صدر الحمامة. لو دخلت معاك بكل سهولة. يبقى خلاص. وايه? الحمامة ما خرجتش معاك مية او دم طبعا. يبقى الحمامية استود. تمام? وبعد كده هنسيبها دقيقتين تلاتة تحت الشوية. تاخد بقى لون كده جميل وتتحرق ويبقى طعمها مقرمش ولزيز. ونشوف صينية الحمام بتاعتنا بعد ما تستيب. نشوف صينية الحمام بتاعتنا انا بيسا مخرجوها من الفرن حالا. طبعا زي ما قلت لكم انا رفعت الفويل وحطيت اه ولعت الشوية عليها بس ما تسيبش الشوية كتير عشان ما تنشف لكيش ايه? الحمامة. تعالوا كده نرفع بسم الله الرحمن الرحيم. خد لبالك بس وانت بترفعها عشان السخونة. بسم الله شايفين ما شاء الله شايفين جميلة ازايك? بسوا. شايفين صينية الحمام بتاعتنا خطيرة صدقين سنية الحمام دي. اهو تبصي كده اترب لك. هتغنيك بقى اه عن انك انت ما تكوني عايزة تعملي حمام. اه هتعمليها بكل سهولة بقى ومش لازم الحشو يعني مش لازم كل مرة خلاص احنا تعودنا ان الحمام محشي محشي فريق محشي رز لأ ما فيش مشاكل لما احنا نغاية. وطبعا الاكل بتغيير في الاكل ومطلوب عشان يفتح نفسك على الحاجة اللي انت بتعميها. سنية حمام جميلة طبعا هنقصها التزيين. اه اي حبة كده ايه بقدونس كده هو اتغطوريهم كده اهو. ايه? الشكل الجمالي مش اكتر. اهو. تمام. عشان زي ما اتفقنا وقلنا مع بعض ان العين بتاكل قبل البقى. تمام كده? وبكده نكون خلصنا صنية الحمام الجميلة بتاعتنا بالشكل دوت. اتمنى ان هي تعجبكم. والحمام بتاعنا مستوي مستوي تمام. ما شاء الله بصي اهو. شايفة الشوكة بتاعتي? طبعا الحمام كلها صدرها صغير يعني مش حاجة بصي اهو. شايفة? الحمام مستوي على الاخر تمام مية مية زي ما بصي اهو. شايفة الشوكة فيها ازاي? يعني اخدت حوالي ساعة الا ربع في الفرن زي ما قلت لك. تمام كده? يلا بقى اجرب صنية الحمام ديت. لو انتي ما جربتيش الحمام آآ بالطريقة ديت. وكل مرة بتعمليه محشي محشي حمام محشي. لا اجربيه بالطريقة ديت ان شاء الله هيعجبهم آآ جدا جدا. وتقليلي رأيك بقى في التعليقات ان شاء الله. وطبعا آآ فضلا وليس امرا لو وصلتي اختي وحبيبتي معي لغاية دلوقتي. ما تنسي نش فيه اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. واسبكم في رعاية الله. وحفظه. واقول لكم سلام عليكم. اشتركوا في القناة